جاي للخطبة الجمعة يوم جيت حول المسجد لينه يؤذن الأذان اللي هو الأخير معناتها وش اللي حصل الآن في واحد اندخل قبلي طبعا كنت أنا البشت وما بعد البست البشت ودخلت المؤذن يؤذن وجي من وراء المحراب في واحد جالس ناديته فيظهر انه حتى يمكن غشيم حتى على أول مرة يخطب البشت كبير قم ناظرني ناديته قلت تعال يعني خاف طبعا أنا طويل وهو بعد يعني ما هو فناديته قلت تعال قلت تعال ناظرني وقام وجينا أنا وياه الآن هو طبعا أنا الميكروفون عندي طويل وهو قصير فهو يوم جاي يسلم أصلا يا الله شافهم يعني يسلمه يا الله كذا يعني فيوم جاء الجماعة الآن ما شافوني أنا دخلت ايه فجاهوا ليه ما حدر عني الآن أني دخلت أنا ايه ايه فناديته كنت سلامات ما شايفك في ذا طبعا أنا أنا طويل و أقول لحنا خايف الآن والآن خايف أنه يحصل شي ايه جماعة المسجد لا 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 ما عارفه ولا هو معروف ولا ايوه أعطيك عدو شوان جاهدة طيب وأنا ناظره طبعا أنا شوي يعني طبعا مهب ابتسامه أنا ناظره وحد النظر فيه وش عندك شو جايبك في ذا قال أنا قايل لي يخطب في ذا قلت لا لا ما هذا مسجدي مسجدي هذي مسجي أنا ايه سيد قلت هذا مسجي كان احنا شي سوي قلت انزل فمن يوم قلت انزل وهو نزل يعني وآحو جلس مع الجمع طبعا شيف الموقف طبعا هو الآن سلم ايه فجيت الآن انا اكمل ان الحمد لله فالناس مش ذوهين وش تلي طل علينا ثم انطلع كبر كبر طال وش راح شرب شي وراء المحراب ذا وعود عرفت عاد بعدين ايه انه موكل في واحد موكل والوكيل وكل هذا هذا وكيل الوكيل فجاء يدور يدور يرقى هذا المسجد ودخل ضيهو ضي سألنا عاد عن المسجد اللي صالوا صالوا وظهر المسجد اللي هو وكيل عليه وهذا الحقيقة دائم تحصل في قضية اذا وكلت على جمعة خاصة على الخطبة لازم تروح وتشوف المسجد وتوقف على المنبر لاني انا اذكر قد وكلت على مسجد الحقيقة اني ما رحت اشوفها فجيت على الموقع فكان الميكروفون تحت مرة ايه فانحرجت لدرجة اني اخر شي خليت لاقط معي وكنت اخطبه بالطريقة هذه ايه فهذه ما موقف اللي موقف جميل هذا بس مو صعب عليك صعب على الثاني ايه والله صعب على الثاني صعب على مساكين ذا اللي انت غوفت ايه اقو عبد الحسن انه لاحي يكزني مثل موسى عليه السلام ايه والله واحدة بواحدة هذا ابو عمر اناك مساكين قام ينتخل مجلس سالفات الله يسعدكم جميعا قلواني الله يسعد مبارك فيكم يا ربي